سنواصل في هذه المحاضرة بقية قواعد التسمية للأحماض الكربوكزيلية القاعدة رقم 8 نجد أن أبسط الأحماض الكربوكزيلية الأروماتية هو حمض البنزويك بنزويك أسيد فعند تسمية مشتقات هذا الحمض نرقم لتحديد موضع المستبدل بعض مشتقات حمض البنزويك يكون لها common names وهو الأكثر استخداما كما في هذا المثال المركبة الأول هو البنزويك أسيد حلقة بنزين بها مجموعة كربوكزيل واحدة المركبة الثانية مشتق لحمض البنزويك نلاحظ وجود مستبدل هو مجموعة هايدروكسيل وهي في الموضع اثنين لذلك الاسم النظامي هو اثنين هايدروكسي بنزويك أسيد أما ال common name فهو سلسلك أسيد قاعد رقم تسعة في حالة الأحماض الكربوكزيلية الأروماتية التي بها مجموعتين كربوكزيل تسمى بإلحاق سفكس هي دايكربوكزيلك أسيد للإسم بنزين هو إسم الحلقة كما في هذا المثال حيث نلاحظ أنها حلقة أروماتية حلقة بنزين بها مجموعتين كربوكزيل تأخذ الأرقام واحد واثنين وبالتالي الاسم هو واحد اثنين بنزين دايكربوكزيلك أسيد هذا هو الاسم النظامي أما ال common name لهذا المركب هو الفيثاليك أسيد قاعد رقم أشرة in common names في حالة الأسماع الشائعة للأحماض الكربوكزيلية الأوليفاتية نستخدم ال Greek letters Alpha, Beta, Gamma and Delta لتحديد موضع أو موقع المستبدلات في الحمض The Alpha Position أي الموضع Alpha هو الموضع المجاور لمجموعة الكربوكزيل أي الموضع رقم اثنين وبالتالي البيتا تصبح الموضع رقم ثلاثة والقاما رقم أربا والدلتا رقم خمسة كما هو موضع في هذا المثال المركب الآخر يسمى Arba Amino Butanoic Acid أو Gamma Amino Butanic Acid كCommon Name حيث استخدمنا بدلا من الأربع الحرف Gamma